السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معايا في خناتي اكلنا بالمصري معكم هويدة محمود وان شاء الله النهاردة هنفطر معجنات قلت يلا تغيير زيقنا من التواجن والخضار والمشويات والمقليات وقلت النهاردة نعمل بيتزا عملت عدد كبير قوي من البيتزا من كيلو دقيق لكن في الفيديو ده هنشوف مع بعض طريقة العجينة المصبوطة قوي الخفيفة الهشة اللي طعمها لذيذ بكل تفاصيلها علشان تطلع معاكم ان شاء الله مصبوطة من اول مرة وبتحدى بالعجينة دي اي حد يجربها وما يعملهاش باستمرار لأ ومش بس كده كمان عملت من كيلو دقيق اربع اشكال مختلفة من البيتزا المربعة والمدورة وبيتزا خليط النحل وكمان الميني بيتزا وهنشوف طريقة سهلة اوي فتحضيرها يعني هنعمل صق كبير للميني بيتزا في دقايق قليلة يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير ونقول بسم الله واول حاجة هبدأ بيها هي العجينة وهستخدم كيلو دقيق زي ما حضراتكم شايفين هفضي الكيس في طبق غويت والكيس ده او نوعية الديق دي لجميع الاغراض يعني مش شرط ان احنا نجيب الديق الخاص بالبيتزا وهنشوف دلوقتي النتيجة بتاعته هتبقى ممتازة جدا وبحتاج مع الدقيق معلقتين كبار مليانين من الخميرة الفورية ومعلقتين كبار من السكر وبيضة كاملة ومعلقة صغيرة من الملح ونص كباية من الزيت دي كل المقادير اللي هحتاجها دلوقتي طبعا هنعجن بمية دافية او بلبن دافي وممكن كمان نستعمل زبادي كل الحاجات دي هتدي نتيجة كويسة قوي مع العجينة انا كان عندي كمية لبن قاطع فهستخدمه برضو مع العجينة يعني ممكن نعجن بلبن قاطع ممكن نعجن بلبن رايب الزبادي كمان لو حابين ان العجينة تكون طرية وطعمها حلو قوي ممكن نستخدم كباية من الزبادي وهنكمل العجينة بالمية انا بعد ما خلطت المكونات كلها مع بعض ببتدي دلوقتي اضيف كمية اللبن اللي عندي انا عندي حوالي 3 كبايات هضيف اتنين لكن التالتة هحطها شوية شوية لحد ما اشوف العجينة هتحتاج كمية قد ايه والبيضة اللي استخدمتها في العجينة بتخليها هشة وخفيفة بنسبة كويسة قوي لكن اللي ما بيفضلش يستخدم بيض ممكن استغنى عنها ويكتفي بكبات الزبادي هتدي طراوة حلوة قوي للعجينة لو حابين ان العجينة يبقى طعمها مميز قوي نقدر نستخدم بعلقتين كبار مليانين من اللبن البودرة وده بيدي طعم مميز قوي انا عجنتها لمدة 10 دقايق لحد ما لمت من جوانب الطبق وبقت بالشكل ده عجينة طرية ولينة هغطيها وهسيبها تخمر لمدة نص ساعة ده لو الجو حار ممكن تقعد ساعة الا ربعة وعلى ما العجينة تخمر وتاخد وقتها هحضر صلصة البيتزا مقدرها سهلة قوي وكمان طريقتها بحتاج لنص كيلو من الطماطم او كيس طماطم من اللي احنا كنا نفرزين وقبل كده في القناة اي انا طلعت كيس الطماطم وضفت له نص كباية من المية وفنجان صغير من الزيت وبصل بحجم متوسط بشرتها او ممكن احنا نفرمها في الكبة اي هحط كمان مقدار نص معلقة صغيرة من الملح ومقدار معلقة صغيرة من السكر وكمان معلقة صغيرة من التوم البودر وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود واخر حاجة هحطها الزعتر نص معلقة صغيرة من الزعتر ولو هو خيش شوية نقدر ننعمه بكف اليد ونضيفه للمكونات هرفع السلصة على النار وهسيبها تغلي بعد كده هخلي النار متوسطة وهسيبها تستوي لمدة ربع ساعة وعلى السلصة ما تستوي وتاخد وقتها هبتدي اشوح السجوء انا هستعمله في نص كمية البيتزا تقريبا الكمية اللي انا بشوحها دي نص كيلو لكن انا هاخد اغلبها يعني مش هستعمل الكمية دي كلها طبعا نقدر ان احنا نستعمله وهو ناي او نسويه بان احنا نشوحه بالطريقة دي علشان يدخل في سوا ويديني نتيجة مضمونة وانا بستعمله مع البيتزا كمان علشان اتخلص من نسبة الدهون الكتيرة اللي فيه فطبعا احنا هنعمل الطريقة اللي بنفضلها كده السجوء خلاص اتشوح والعجينة كمان اخدت وقتها وخمرت علشان الجو عندي حار شوية في المطبخ فالعجينة اخدت نص ساعة بس هنزلها على الرخامة بعد ما رشت دي على الرخامة طبعا علشان ما تلزقش لان العجينة دي مزيتها ان هي فيها تلزيق خفيفة لو حسنا ان هي بتلزق في ادينا نقدر برضو نعفر ادينا برشة بسيطة من الدقيقة هنقسم العجينة حسب العدد اللي احنا عايزين نعمله انا هعمل اتنين بيتزا بحجم كبير واحدة مدورة واحدة مربعة وهعمل ميني بيتزا في صوت كبير وهعمل اخر حاجة اللي هي خلية النحل برضو بيتزا خلية النحل فقسمت العجينة لاربع اجزاء احنا نقدر نعمل ست قطع من العجينة او تمانية حسب الحجم اللي احنا بنفضله خدت جزء وفردته بالمردانة بعد كده حطيته في صنية البيتزا مش بندهن الصنية اي حاجة خالص بعد كده دهنته بالسلسة اللي احنا عملناها طبعا السلسة بعد ما اخدت وقتها على النار سبتها اتبرد شوية وفرمتها في الخلاط وبكده بقت جاهزة الكمية اللي انا عملتها من السلسة دي هتعمل لنا كمية جبيرة جدا من البيتزا يعني هناخد منها جزء والباقي نقدر نشيره في الفريزر ونستعمله في اي وقت تاني يعني النص كيلو طماطم اللي عملنا به السلسة نقدر نتخدمه في عدد كبير جدا من البيتزا طبعا الحشو ده حسب برضو ما بنفضل عندنا فلفل الوان او فلفل رومي شرايح طماطم في ناس بتحب شرايح البصل كل الحشو ده حسب ما احنا بنفضل انا دايما بفضل حشو السجوء من الحشوات المميزة اوي مع البيتزا وهوزع الحشو كله على وش العجينة وهضغط عليهم بكاف الايد ضغطة بسيطة علشان الحشو يمسك في العجينة ويبقاش عالي على الوش اخر حاجة هنحطها الجبنة المتزاريلا ونقدر نستعملها لوحدها او نستعمل معاها جبنة تشيدر ممكن احنا ندخل الصانية كده من غير الجبنة وبعد ما تستوي نحط الجبنة على الوش دي اخر دقيقة قبل ما انطلحها الخطوة دي بتخلي البيتزا الجبنة اللي عليها مططية بزيادة انا دخلت الصانية الاولى اللي هي البيتزا المدورة فرن الكهربا وبحطها على الرف اللي في النص وانا مشغلة النار فوق وتحت زبطت الفرن على درجة حرارة 200 خدت الجزء التاني من العجينة وفردته بالمردانة لكن فردته على شكل مستطيل شوية ونقلته بالشكل ده وحطيته في الصاج الكبير طبعا هو مش واخد حجم الصاج انا فردته بعد كده بكافي الايد لما خد المساحة كلها وبالقطاع المدورة بقطع على شكل دواير صغيرة وده الشكل بتاع الميني بيتزا اللي احنا دايما بنشتريه من الافران الطريقة دي سهلة قوي ما نحاولش ان احنا نفرد العجينة على الرخامة بعد كده ننقل القطع بتاعت العجينة واحدة واحدة يعني نقطعها في الصغب الشكل ده ونشيل الزيادات بكده احنا عملناها في دقيقتين بس الطريقة دي سهلة قوي وسريعة ومش بتاخد ولا وقت ولا مجهود انا كده شلت الزيادات كل جزء محطوط في مكانه هنبتدي بكل بساطة نوزع الحشو عليه في الاول هدهن برضو السطح بتاع الميني بيتزا بالسلسة طبعا العجينة الزيادة دي انا بلب معها وهستعملها تاني هحطها مع الجزء اللي بعده لو عندنا كوباية الكعب بتاعها من تحته مسطح نقدر نضغط على القطع بتاعت العجينة علشان نعمل فيها فجوة بسيطة علشان يبقى فيه مساحة للحشو مايبقاش عالي على وشي الميني بيتزا بعد ما تستوي دي خطو حسب ما بنحب برضو نقدر ان احنا نستعملها وممكن لا بعد ما دهنت الوش السلسة بوزع برضو الفلفل والطماطم لكن مع الميني بيتزا هستعمل شرايح صغيرة من الجبنة ريتشيدر وهحطها على الوش بعد كده هحط كمية بسيطة من الجبنة المتسرالة اه انا هعمل دي جبن بس من غير حشوة السبق واخر حاجة هحط الزيتون على الوش وهدخل الساق ده علشان حجمه مبير فرن البودجاز هحطه على الرفل في النص وهشغل النار من تحت بس لان انا عندي ما ينفعش اشغل الشواية مع النار اللي تحت فهستعمل النار اللي تحت الاول بعد كده لما البيتزا هتستوي مش بتاخد غير عشر دقايق بس يعني مش بتاخد وقت كتير بعد كده هشغل الشواية لمدة دقيقة او دقيقتين لحد الوش بتاحها ما ياخد لون وبكده بتبقى جاهزة بعد كده هبدأ في بيتزا خليط النحل ودي تالت قطعة من الاربعة اللي انا قطعتهم من البداية طبعا علشان هي سليمة هقطعها لقطع صغيرة وهلف كل قطع على شكل كرة هرش رشد دي بسيطة على الرخامة وهبتدي دلوقتي افرد كل قطع منهم اما بكف الايد او بالمردانة ايهما اسهل الاتنين هيدوني نفس النتيجة لكن في الحشو ده انا هستخدم البسترمة طبعا نقدر نستخدم اي حشو تاني يعني ممكن نستخدم الفراخ لو عندنا صدر فرخة نشوحه مع بصلة وفلفل اسود وبهارات برضو هيدينا نتيجة كويسة جدا ممكن نستخدم التونة البسترمة زي ما انا بعمل ممكن نستخدم ميكس جبن بس طبعا الحشوات دي حسب اللي احنا بنفضله بعد ما حطيت الحشو بلم الاطراف بتاعت العجينة وبقفلها مع بعض بالشكل ده بضغط عليها ضغطة قسيطة بعد كده بحطها في الصنية الصنية اللي انا بستخدمها سواء الصاج او صنية البيتزا او الصواني الالمونيوم كمان ما بتدهنش خالص احنا بنحط العجينة عليها من بعد ما بنشكلها من غير ما ندهنها ولا بزيت ولا بفرشة سامنة هكمل برضو بنفس الطريقة وهفرد الكورة وهحط الحشو وهلم الطروف بتاعت العجينة بالشكل ده وهضغط برضو عليها ضغطة بسيطة وهحطها جنب التانية وبالشكل ده خلصت بيتزا خلية النحل هدخلها الفرن طبعا البيتزا الاولى كانت استوت واخدت ربع ساعة ما اخدتش وقت كتير في فرن الكهرباء وطلعتها حطيت ثالث صنية ودي اخر قطعة انا هعملها الشكل اللي هو الرابع هعمل بيتزا في الصنية المربعة هفردها بالمردانة بالشكل ده العجينة هنا حتى لو جت كبيرة شوية على مقاس الصنية احنا بنفردها بنحاول ان احنا ندخل العجينة ونفردها في الحروف والحطة الزيادة بنبططها بالايد العجينة كلها بتتساوى في الصنية برضو بصالصة البيتزا بده نوش العجينة وبرضو هحط الحشو بنفس الطريقة المعتادة وعلى ما جهزت اخر صنية او اخر بيتزا كان الصاج بتاع الميني بيتزا كان استوى وبالشكل ده انا استعملت فرن الكهرباء وفرن البتجاز وبقيت افرد القطع اللي بعدها والصاج او الصنية اللي في الفرن ما بياخدش غير عشر دقايق او ربع ساعة نخلي بالنا الميني بيتزا بتعود عشر دقايق اتناشر دقيقة طبعا حسب الحرارة بتاعة الفرن لكن الصنية اللي انا استخدمتها دي قعدت ربع ساعة ونخلي بالنا كويس قوي لو النار بتاعة البتجاز عندنا عالية لان البيتزا ممكن تتحرق من تحت او تاخد نار زيادة ويبقى الحروف بتاعتها نشفة لكن التسوية بتاعتها بسيطة وبتخلص بسرعة انا كده خلصت اخر صنية وهدخلها فرن البتجاز وهنشوف مع بعض دلوقتي اول بيتزا انا سوتها ده شكلها بعد ما استوت العجينة طرية قوي وهشة وطعمها جميل جدا انصحكم تجربوا عجينة البيتزا بالشكل ده كمان في حاجة حابة اقولها لو عايزين الجبنة تبقى مططية قوي نقدر نحطها بعد البيتزا ما تستوي يعني بعد ما يعدي مثلا عشر دقايق او اتناشر دقيقة هنخرجها هنوزع على وشها الجبنة وندخلها الفرن لمدة دقيقتين تلاتة الجبنة هتبقى مططية جدا ده صاج الميني بيتزا زي ما حضراتكم شايفين العجينة نتيجتها كويسة اوي ممتازة ودي بيتزا خلية النحن ده شكلها بعد ما استوت وكمان اطعتها علشان تشوفوا الحشو من جوة ده اخر صاج او اخر صنية انا عملتها الجبنة بتاعتها مططية بطريقة يعني جميلة طبعا الحكاية دي اكتر حاجة بيحبوها الولاد انهم هم بيأكلوا البيتزا اللي جبنة تبقى مططة بالشكل ده وبالطريقة دي عملت اربع اشكال من كيلو دقيق عملت منه عجينة بيتزا بطعم جميل جدا اتمنى فعلا تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله